موسيقى موسيقى مرحبا كيفكم ان شاء الله تكونوا بألف خير الله يسعد أوقاتكم منما كنتوا عا بتتابعوني وأهلا وسهلا بكل الصبايا اللي انضموا لعائلتنا جديد هلا اليوم رح اشارك معكم فيديو متنوع شوي وفيه شغلات حلوة وبالمناسبة رح احكي عن المسابقة الجديدة طبعا الصبايا بيعرفوا انا كتير من قبل حكيت عليها وقلنا بس ان شاء الله نوصل لعشرة الاف وبما انه هلا قربنا للعشرة الاف فرح احكي لكم عن هاي المسابقة بهذا الفيديو اه تابعوا الفيديو للنهاية وتمام اليوم رح اشارك معكم شوية اجواء بالفيديو ان شاء الله تعجبكم وبتمنى يعني ملي عبي شاهدوا الفيديو وما مشتركين يشتركوا بالقناة نحن منقلكم فعلوا زر الجرس ومشان نحن وقت لي من نزل فيديو جديد انتوا يوصلكم منشان هيك نقلكم فعلوا زر الجرس على الكل ومنقلكم حطونا لايك بيرتفع الفيديو حابة بس اوضح هاي الشغلة لانه ذاتا انا قبل ما يكون عندي قنام زبا ما كنت اعرف هادول الشغلات يعني مشان هيك نحن منطلب منكم انه زر الاشتراك واللايك تمام يلا طولت عليكم خلونا نتابع الفيديو سوا هلا مثل المشايفين انا رايحة على مول البيم نازل عروضات وحابة اخد منها حبيت احكي عن هالشغلة مشان انتوا كمان تستفيدوا تستغلوا العروضات هلا هذا الايوز بير طبعا انا عملت جولة باكتر من مول وباكتر من يوم تمام هلا هدول التصوير من اكتر من يوم يعني تمام ما بيوم واحد انا نزلو كل هالعروض لا كان في اكتر من يوم بس انا بما انه ما مختصة بهيك شي فحبيت بس اصور لكم ياهن بالمناسبة هاي المكنسي بتجنن اسمها روبورت كتير عب بسمع عنا كويسة بتدخل تحت الخزن تحت الالاطق تحت هيك شغلات كتير كويسة بس اما اسعارها من الالف وخمسمية وانتوا طالعين غالية شوي بس يلا لا الايام ومشكلة الله يرزقنا ويرزقكم يرزق جميع يا رب فتمام عبقلكم انه صورت هلا مثل مشاهفين هدول وقت كان عيد الحب وهيك انه مصورة مصورة اكتر من فيديو بكل الاوقات والاغراض اللي اشتريتهم منهم بس حبي افيدكم هلا مثل الايوز بير بيكون فاضي ما فيه زحمة كتير بينزل العروضات في كتار بكل سهولة الشوك ماركت نفس الشي بس اما الوحيد البيم الساعة 10 الصبح هتكوني واقفة قدام باب المول بتلاقي الطوابير واقفين للتراك لانه بينزل فيه عروضات ذاتا اكوس واحلى وارخص يعني تمام مشان هيك هذا المميز عن غيره وهلا كمان هي مول البيم مثل المشايفين هي الرقاءة تبعيت العجانة تبعيت السنبوسة كل شش برك عن جد ممتازة ممتازة كتير حلوة ان شاء الله رح اخد وحدي انا لتلكون وقتا شاركتها معكم كانت لمرت عمو استخدمتها كتير عجبتني هي عندها طبعا من سوريا وفوق مثل ما شفتوا الماكينة ما بنصح فيها ابدا 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 جابت حماتي واحدة ما مشترت واحدة اكتمرشتها ما نهائيا ما كويس يعني ما بنصحكم فيها انو تاخدوها طبعا في بنات مختصة بتنزلكون اما بينزل العروضات وانو شو بينزلوا عروضات فيكن تابعون انا ذات نفسي بشوف يعني انو على الفيسبوك يعني ام من البنات انو اللي بنزلوا عروضات على اليوتيوب هيك بشوف انو شو شوفي شي نازل اذا كان شي لازمني تمام اوكي بنشتري من النون اه وحبيت انا افيدكن بها الشغلة وحكيت لكم هيك شوي مشاعر انتو كماني تستفيدوا طبعا للبنات الموجودين بتركيا لانو اكتر نسبة مشاهدة عنا بتكون هي من تركيا طبعا اهلا وسهلا بكل الصبا يامنا ما كنتوا عبتتابعونا بس يعني انا حبي افيد البنات هلا بأول الفيديو هيك انو حكيت عن الشغلات المختصة وهلا رح نروح البيت و رح افرجيكم الشغلات اللي اشتريتها ومتل ما قلت لكم انو كانوا عن اكتر من يوم ما من عروضات يوم واحد بس حبيت احط لكم ي فيديو واحد هلا هذا الغاز اخدنا لاماما وركبناه وكويس كتير وممتاز كتير عجبني اخدنا ملبيم سعره 400 ليرة طبعا اذا هيك شغلات ادوات كهربائية وهيك ايه وبتكون تأمنوا عليه هون ومتطررين عليه هون فيكن تروحوا قبل ثلاثة اربعة ايام وقتل بتشوفوا اعلانات العرض بلاش ينزل بتروحوا على المول وبتوسوا عليه تمام هن بيكتبوا رقم تليفونكن قم بيسجلوا اسمكن وتمام بس نزل فيكن تروحوا تستلمو شفوا جبنا لغاز لاماما لانو كنا مسجليل عليه جمنا لانو انا بعرفهم يعني الموظفين بالمول الجمنا وبيحكوا عربي يعني لسهولة الحكي معون وصيت جمنا فرحت عند ماما نودي ليا وشوفوا لي هشوفا هي اخدنا للغاز شوفوا شو عاملة بالغرفة طبعا هذا المصورته انا قبل عيد ميلاد اختي بس نزلت هذا قبل مشان ما يصل له فترة كتير عيد الميلاد وشايفين هذا حيط الجدران هذا ورق جدران هي حطت له غري كله وكمان لزقته على طول تعب حالة ما بيدها هالمرة شوفوا لي هالحدايا دل بالارض هون انا وباب عم نح احكي عليها بالله ما معز بحالة شوفوا لي هالحدايا دل بالارض شوف يركبون بيرجع هدول بس لا تاكلوا هما ركبتهم متل ما شفتوا فيديو عيد ميلاد اختي لي ما شافوا رح احط لكم يا بصندوق الوصف كيف كانت عاملة الغرفة ومركبتها ومجهزتها يعني تمام لانو هداكي صار بعده يلا الله يعطيها العافية وكتبولي في حدا هيك متل ماما لانو عن جد كتير قليل يعني انا ذات نفسي ما مستحيل انو افكوا واعمل هيكه وتمام هلا رح اصور لكم الغرفة صورت لكم غ اعملكون جولة ببيت اهلي لان شاء الله بغير فيديو بس اما مشان اذكركم بالمسابقة متل مو شايفين الماما حاطة متل الشلفة اللي انا رح اربح صبيين من الصبايا هاي الشلفة السودة وانا شاركتها معكم الفيديو قبل رح احط لكم هلأ صورة الشلفة هون كهنة متل مو شايفين هلأ اللي ظهرت معنا وتمام الفيديو اللي حكيت عنه بصندوق الوصف كمان ازا بتحبوا تشوفوا وحابة نوه لشغلة اه كل البنات اللي حيعلقولي على هذا الفيديو حصرا على هذا الفيديو وطبعا اه كل صبية بتمنى اتعلق تعليق واحد يعني مشان ما يصيروا تعليقات متكررة شان اقدر اشوف كل البنات اللي حيعلقوا وشرط المسابقة هلأ لانه صار حطيت اكتر ممرة وما حدا يعني ما عم نوصل العشرة الاف قلت بس نوصل العشرة الاف تمام رح يعني نعمل المسابقة فهلأ بس شرط المسابقة انه كل صبية رح يدخل اسمها بالسحب شان ما اظلم حدا بكون جاي ثلاث بنات من طرفها مثلا احساب زهرة حلب ام اي اسم مثال حساب زهرة حلب تمام هلا طبعا ما في هذا اسم انا هيك اخترعته من عقلي يعني تمام انه بيكون جايين بيكتبولي ثلاثة من طرفها انه أنا من طرف زهرة حلب انه انا من طرف زهرة حلب ثلاثة كل صبية حابة يدخل اسمها معنا بالسحب بديتجيب ثلاثة من طرفها والثلاثة هادول كمان ازا حابين كمان هنين يرجعوا يدخلوا اسمهم يجيبوا كمان حدا من طرفهم وهيكى وبس وصلنا العشرة الاف مباشرة ان شاء الله الفيديو البعض مباشرة ونوصل العشرة الاف انا رح اطلع بس مباشر يعني وربح صبية الهدية طبعا وين من كانت الصبية انا رح ابعت لياها الصورة اللي ورجيتكم اياها طبعا انا رح ابعت لياها بالشحن لعندها واسطة لباب البيت بتمنى هيك كلكم تشتركوا بالمسابقة وتوصلوني لقرب وقت ممكن للعشرة الاف ان شاء الله وهلأ بعد ما خلصنا ببيت ماما ونازلين طبعا بعتزر من جودة التصوير بس لانه كان كتير شمس فما كانت واضحة كتير وهلأ نازلين ومثل مو شايفين هيك في بالشارع خيام بيحطوا فيها كل شي شغلات بنضيعة مثل اجبان وزبدة وهيك شغلات وطبعا هادا مرة تانية انا مشتري يعرض من البيم مصورت للكون يهون يعني ما بنفس اليوم دا مشتلكون يهون فيديو يو واحد شعب ما انزل اكتر مرة وهلأ رح افرجيكم الاغراضة اللي اشتريتها هدولة اول الشي اللي اخدتون من مول البيم هي اخدت لياها لبنتي ومع هادا الكاسة وكان في قلب ازا شفتوه انا مخدة عطت اياها لاختي انا جبت لياها لبنتي مشان بدا تهديه اياها لاختي بعيد ميلاده يعني كانت تهديه بدا تقدمون طبعا هي ما كانت شايفتوه بنتي وهيك بس انا قدمت لياها مكافأ لابنتي لانه هي كان يعني مساء انا عبقلا لانه تساعدني بالبيت انه هيك صارت هي منيح قدة كبيرة انه لازم تشتغل لازم هيك كموقفة يعني كأنه هدية جبت لياها هون عرفته هي ما كانت تخبر هي كانت هي عبتجمع من مصروفه ورح تاخد له ديه كتير فرحت فيه لانه انا عملت لياها هيك انه مثل مفاجأة وجبت لها علبة وحطت لياها هون فيه كتير فرحت فيه يعني ما كانت متوقعة هيك انه كانت هي تماما عبتصمد ورح تاخد له وكمان هدول الفوانيس اخدتون ان شاء الله بقرا ان شاء انا نصور فيهم فيديوهات رمضان رح يطلعوا بجننوا ان شاء الله اخدتهم لثلاثة بمئة ليرة كمان كانوا من اللبيم وطبعا هدول هلأ فيه متوفر منهم كان يعني لحد لان انا شفت منهم كتير حلوات ونوعيتهم كتير حلوة حتى احجامهم كتير حلوة يعني بالنسبة لسعرهم انه مئة ليرة ثلاثة كتير رخاص عنده اربعين ثلاثين هيك هدا غطت طاولة بصراحة هاد لاختي اخدت لها شوية غراض وهدول المكات تبعات القهوة كمان اخدتهم كان سعر الواحد لرتين ونص وغطت طاولة كان سعره عشر ليرات وهي هي كان بده امبتري واضاءة بنفس الوقت يعني طبعا هدول كلهم بعتهم بالشحن لاختي انا اشترينا لها يعني غراض ومن ضمنهم كانوا هدولة وبعدت لها اياهم بس هلا رح اجربها معكم ورح نشوف اذا كان رح يطلع فيها اضاءة ملا لانه والله انا سألتهم انه فيها اضاءة لانه تمام فيها صوت وفيها بلوتوس وهيك شغلات ولا متل مشاعفين فتحتها قدامكم يعني وهذا استند التصوير اخدتوا كماني هذا بيربط على برنامج وبصراحة حبيتوا بس انه لسه ما جربتوا بتحطيه بتحطي عليه الكاميرا ومسلا اللي بيطلعوا هنين وين ما بينداروا البطاريات بيشتغل في برنامج خاص من نزلوا ايا معي شافرتوا مسلا وين ما بتنداري انتي بتندار الكاميرا عليكي وبتلقط بس شفتوا انا بيصور بس صور يعني ما شفتوا فيديو لسه ما جربتوا بصراحة هاي هي بعد ما فتحناها بس اما بس طلعت ايضاء ملونة ما فيها صوت بتمنى اختي ما تشوف الفيديو لبعد ما توصلها بالشحن شحنين؟ والله هنين قالوا لي انه فيها صوت بس طلع للأسف ما فيها صوت يعني سألتوا فيها انه بلوتوس هي هيك قال تمام انه وار ام طلع يوك وار ام اللول حبيبتي الفيديو عمليله تخطي هالمرة بس طلع ليك اختصرت شوي وما حبيت اطول الفيديو يعني واشرح لكم كتير عن الغراض وهذا الاستن تبع التصوير اللي اخدته متل ما شايفين هلا مركبته وعب غير لكم الاضاءة شايفين عبي تغير الاضاءة ان شاء الله نستفيد منه ويطلع يعني انه حلو للتصوير والاستن تبع التصوير كمتل ما شفتوه كماني كمان اخدتو من البيم بتذكر الاثنين كان سعرهم شي ميتان وخمسة ليرام اكتر هيك شي يعني الاثنين وهلا رح اشارك معكم طبختي هلا رح نسوي اليوم اكلة فاصولية هلا رح اشاركها معكم ان شاء الله تعجبكم وهيك حبيت انوه لكم شوي بالفيديو هلا اول الشي هاي عنا الفاصولية طبعا انا بقطعها شوي خشنة يعني في منهم بقطعوها نعمة في منهم خشنة حسب يعني لانه رح نطبخ جنبارز فانا مقطعتها هيك شايفين بها الحجم هذا هلا هون بعد ما غسلتها وفي الا هيك خيط منشيله وتمام نقعتها بالمي نقعتها كويس هلا بغسلها بصفي عنا المي وتمام منحطها من منقلية يعني شوي هلا رح نشوف الخطوات مع بعضنا وهلا هاي عنا اللحمة لازم تكمد هنا شوي طبعا اللحمة اختيار شخصي الكمية اللي انتي بتحتاجها يعني بتحطيها حسب ما موجود عندك حطينا لابهار وملح وتمام هاي كمان ادعينا توم وكزبرة بعد ما تقليت اللحمة رح نحطهم فوقهم في عالم ما بيحطوا لها توم وكزبرة كتبولي انتو تحت بالتعليقات بتحطوا لها توم وكزبرة ام لا احنا بصراحة منحط لها توم وكزبرة حتى لو كانت بنادورة بس منفرم لها في بنادورة يعني هي خشنة بيفرمولها اياها ام منحط لها دبس بنادورة الاثنين منحط لها توم وكزبرة هلا بعد ما تقليت معنا اللحمة والكزبرة والتوم طبينا فوق الفاصلية طبعا مصفيتها من المية كويس كتير هلا بحط فوق بخت مية كتير صغيرة اما هي منها بالها يعني تمام انه كويس عرفتو بس اما هيك بخة شوي اذا ما كانت اللحمة مدهنة يعني بس مشان انه تستوي الفاصلية هلا منحركة مع اللحمة ورح نغطيها ونعيفها هيك تقريبا ربع ساعة بتاخد وقت ليصير لونة هيك على اغدر بيتغير لونة بتصير خضرة فاتحة اول شي بعدين بترجع بتصير خضرة غامقة تمام انا بلاقي انه هيك استويت من لونة يعني انتي بتعرفي از استويت الفاصلية ام لا وبالمناسبة عب جهز لكم فيديوهات لرمضان كتير كتير حلوة رح اشارك معكم فيديوهات ان شاء الله رح تعجبكم وزا انتو حابين قدم لكم شي افكاري جديدة لرمضان حابين انه قدم لكم شي هيك خاص حابين تشوفوا انه قدم لكم يا انا لرمضان كمان كتبولي تحت بالتعليقات الله يعيدوا علينا وعليكم بالخير والصحة والبركة يا رب كتبولي تحت بقسم التعليقات وانا ان شاء الله بشارك معكم هيك الفيديو وكتير بمبسط انه هذا الفيديو انتو طلبتوا مني رح اكتب اسم الصبية وقول انه هي اللي طلبت مني هذا الفيديو تمام من عدل فيديوهات اللي انا رح اصورها معكم هلأ حطينا هون رح نطبخ الرز هلأ هاي حطينا السمنة ورح نقلي فيها لشعيرية مشانا نطب الرز فوقه طبعا رح اشارك معكم ان شاء الله ان شاء الله برمضان كل يوم فيديو كل يوم فيديو هلا هنبلش تقريبا هلا كم يوم تاني رح ابلش انزل فيديوهات تجهيزات رمضان ورح نستمر لرمضان ان شاء الله بازن الله كل يوم فيديو رح انزل شايفين صغيرة كتير شطورة هلا بعد ما استويت الشعيرية هلا اضفنا فوق الرز بقلي هيك شوي معه مع الشعيرية بعدين بكتله ما يصخنه ما مثل الرز العادي بحط ميت الصخنه لتغلي بعدها بكتته بالنسبة للرز انا ما بعير ماي نهائيا تمام بحط الرز فوقه اصبعه شوي هيك يعني دوب مبين الرز تمام خلص تمام هيك وبس غبيت المي بلش هيكي طلع سقوب على الوجه بوطي الغاز للاخير وبعدين بحط له كوية يعني سمنة عن جد بيطلع رائع وكتير كتير طيب الحمد لله ما بتذكر مرة خبص معي رز اما طلع طيب لا بس عملي بهالطريقة وعن جد بيطلع كتير طيب وللامانة نحن بنقع الرز انا بحط المي لحتى تغلي تغلي كتير كتير يعني متل مو شايفين شايفين الكمية المي فوقه يا دوب هيك شي اصبع يعني فوقه هلا انا بحط المي تغلي كتير كتير وبحط اللاملح وبعدين بحط فيها بطفي عليها وبحط فيها الرز لاتبق بقي المي يعني تمام وما بصول الرز من المي لحتى يبرد الرز تمام ازا كانت ميته صخنة وجيتي يصولتي مشان تطبخي رح يتكسر الرز وما بيطلع طيب هلا هون حطينا مي وحط رح احض بس من دورة رح اخلطن مع بعضهم ومشان ان كنتهم فوق الفاصلية لانه هلا هي متل ما شفت واستويت اه طبعا انا عبجيب بنادورة ادبس بنادورة من البيم كتير بحب فيتكن بالشغلات الكويسة متل ما بقلكون على طول لانه عن جد جربت كتير ماركات وكتير انواع ما ايا بتجي غم ايا بتجي ما طيبة حتى البل كيلو احيانا عبتجي ملحة يعني الا ازا كان من بيت ام من حدا مضمون يعني تمام بتجي كويسة بس غير هيك والله ما بنصحكم فيها كتير عبتعجبني تبعية البيم يعني كتير طيبة وممتازة ما بعرف ليش انه بحب منتجات البيم عن جد يعني بلاقي فرق عن غيرهم وهلا هيك متل ما شايفين شايفين لون الفاصلية كيف صار لونه صار هيك اقدر على تكيشف يعني انه لونه ما كانت غام اقبل بشوي كانت كتير هيك خضار فاقع هيك ما بتكون استويت هلا بهذا اللون هيك تمام استويت معنا هلا رح نضف للدبس بنادورا فوقه هلا رح نحرك مع بعضا نشوف اذا بتحتاج خمام بنادورا رح نحطر له هلا هيك شايفين لونه صار معنا كويس هلا رح نستنى لابين ما تغلي معنا كم غلوة مشان يتعقد يعني الدبس بنادورا مشان تتعقد فيها وتمام صحة وارفنا هلا هيك ازا كانت مريئة طيب هي جنب رز انو نعمل جنبها رز عادي ام رز بشعيرية يعني حسب زوق شخصي اما اللي الابيندورا فيك انو بتتاكل بالخبزة بدون شي يعني بس هي حسرا انو لازم يكون جنبها يعني رز انو ما بتاكل هيك ولا متل المو شايفين كيف عبتغلي معنا وعن جد شكلها بيشاهي وطعمي غرام طبعا بركز ملحة وهيك بتطلع عليها تمام انو اللي ناقصة بضفلية وهيك هيك حبيت اشارك معكم اكلتي وهي الرز ما شاء الله ما شاء الله شايفينو كيف عن جد بيجنن حتى هدا هلا بحطله كوية صغيرة يعني بشيل هاي كوية صغيرة بكويلو ايها وحطليها بيعطي ناكها قطيب ما بعرف ليش انا بتعودة هيك على الرز كتبولي انتو متلي بتكوه كوية للرز وبتحطولو اياها ام لا ياضلا هلا رح نسكو بالاكل ورح افرجيكو نيات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عملي كتير فرح اسوي لهم نوع قاتو بالسبانغ عن جد كتير طيب انا كمان مشاركة معكم الطريقة رح احطلكونيها بصندوق الوصف وباول تعليق مسبت في كون تشوفوها وكمان رح اسوي بقلاوة البسبوس كتير كتير طيب هلأ جاي رمضان كمان بنصحكم نسويه كمان رح احطلقونيها بصندوق الوصف وباول تعليق رح اسبتها وتمام هيك لهون كون انتهاموا عن الفيديو استنوا باخرة الفيديو تعليقات الصبايا ومثل المشايفين هاي هيك بعد ما طلعت البسبوسة من الفرن عن جد بنصحكم نجربوه كتير طيبه عن جد غرام طعمتها كتير طيبه وهذا الكيك عالتصوير هوني طفي الموبايل يعني مش شحن ماضى الاضاءة ابدا فبين كتير غامق بس هو عن جد لونه بيجنن بتحسيك كأنه بلفزتو الحلبي معمول متل ما قرلكون ازا حابين شوفوا الطريقة وازا عجبكم الفيديو لا تنسوني من اللايكات الحلوة بحبكوني كتير كتير بستنوني في فيديو جديد موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة